صاحب الفضيل هذا السائم يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام هل يقتصر ذلك على الشرب أم أن الكحول الموجودة في العطور وغيرها داخلة فيه نعم داخلة فيه شربا وتداويا وتستعمالا ما دام موجود أجزاء الخمر موجودة في المستحبر ولها تأثير وهو حرام لأنه استعمال للخمر أما إذا استهلكت ولم يبقى لها أثر فلا حكم لها نعم